السلام عليكم معاكم محمد النهاردة جايين نكمل كلامنا في CCNA Collaboration ونهاردة جايين نتكلم عن شيء اسمه CCB أو Cisco Configuration Professional اللي هو الجوي بتاع Cisco Graphical User Interface اللي خاد قبل كده CCNA Voice هيلاقي ان كل حاجة تقريبا 90% من الاوامر او configuration كان بتتم من خلال command line اللي هو CLI هنا بقى في CCNA Collaboration الدنيا بقت اسهل كتير ولاك لا ده معظم ال configuration بتاعتك هتشتغلها بالجوي Cisco Configuration Professional بيقدر يعمل حاجات كتير او بيقدر يعمل كل حاجة بيقدر يعمل registration لاي اي اي بي فون او لو كان صوفت فون بيقدر يضيف DN directory numbers هنبدأ نتكلم عنها بعد كده يضيف extension لكل فون يقول التليفون ده مثلا ياخد الف اللي هو الـ extension بتاعه او رقمه الـ extension التاني بتاع تليفون تاني يبقى الف واحد وهكذا ممكن يضيف يوزر نيم و باسورد لكل يوزر بيستخدم الاي بي فون ده حاجة زي الدليل كده directory numbers يقول لك مثلا ده محمد الرقم بتاعه الف واحد مثلا لو انت عايز تتصل بيه احمد الرقم بتاعه مش عارف الف و اثنين لو انت عايز تكلمه يقدر يعمل او يضيف كل الحاجات دي كل اللي بيحصل دلوقتي لو احنا عندنا مثلا روتر هنا هنقول انه هو اسمه CUCME Cisco Unified Communication Manager Express ودلوقتي موصلينه switch وده الروتر بتاعي ومتوصلين بلاب توب كده هو ده اللاب اللي احنا هنعمله النهاردة الPC بروح اصطب على الPC التاعي ده CCB اللي هو Cisco Configuration Professional كل اللي بيحصل بقى انه دلوقتي اول ما الروتر ده بعمله configuration في بعض الاوامر هنكتبها كده عشان يقدر يعمل connection بينه وبين CCB بعد كده CCB بيقولون عايز configuration فايل بتاعك عشان يعرف انت عندك ايه ويبدأ يقرأ configuration فايل بتاعه بعد كده انت بقى عادي تدخل على CCB وتبدأ تشوف الconfiguration بتاعت الروتر ده او CUCME بتاعك وتبدأ تعمل configuration للاي فونز والdirectory numbers وكل حاجة كأنك شغال على الcommand line بالضبط اللاب بتاعي هتلاقي ان البرت ده عبارة عن fast ethernet 0.0 وهتدي له IP عبارة عن 10.0.0.1 وهبدأ اشوف الPC بتاعي انا عمله على فكرة على loop back هتشوف الloop back دلوقتي وحاطة IP عبارة عن 10.0.0.2 وهبدأ اعمل connection ما بينهم واجرب الbing وبعد كده ابدأ اصطى بالCCB بتاعي وابدأ اشغاله تعالى نشوف الكلام ده كله ده الروتر بتاعي مشغاله على secure CRT هبدأ ادخل اشوف الconfiguration بتاعته هقول show ip interface brief هلاقي ان مشواخد اي حاجة هنبدأ ان نعمله configuration هنقول interface fast ethernet 0.0 هدخله الIP عدرس بتاعه 10.0.0.1 على subnet mask to 5500 واعمل له طبعا نو shut down عشان يبدأ يشتغل عندي هيبدأ دلوقتي يبقى up هلوص بقى up اهو هعمل تاني show ip interface brief هلاقي انه فعلا اهو بقى 10.0.0.1 ومعمول up هبدأ اروح اعمل بنج بقى على الماشين بتاعتي بنج 10.0.0.0.2 افروض البينج يشتغل دلوقتي البينج شغاله طبعا واول واحدة دي نتشتغلش لانه بيبدأ لسه يدور على ماك ادرس والارب خلي بالك ممكن ما يشتغلش لو انت مشغل فايروول او مشغل انتي فيروس مشغل فايروول عندك على البي سي بتاعك مش هتعرف تبنج من الراوتر لحد البي سي بتاعك فاحسن تقفل الفايروول بتاعك ده السي سي بي بتاعي او السيسكو كونفجريشن بروفيشنال هبدأ ادخل عملله تسطيب هو السهل خالص مفروحش حاجه هعمل نيكست نيكست وفي الاخر هيتسطب عادي خالص اهو هيتشتغل عادي بقى ويبدأ يكمل بس خد بالك هو محتاج طبعا انا مسطبه مش هكمل تسطيب بس هو محتاج هكتين مهمين جدا لازم يكونوا موجودين عشان يبدأ يشتغل لازم يكون عندك جافا تكون مسطبها عندك على الجهاز 1.6 او حاجه اعلى من كده ولازم تكون مسطب ادوبي فلاش بلاير عشان يقدر يشتغل 10 او اكتر لازم تسطب الاثنين عشان يشتغل لو مسطبتهم مش هشتغل معي ده السيسي دي بتاعي بس اخد بالك لازم تعمله run as administrator عشان يشتغل معي هيتشتغل برميشن وهيتشتغل معي بس اخد بالك اهم حاجه اهم حاجه لازم تسطب الادوبي فلاش بلاير وشافه عشان يقدر يشتغل دلوقتي المفروض بقى نروح نعمل شوية configuration في الروتر بتاعي عشان يقدر يأكسب الكنيكشن اول حاجه هتعملها هندخل نضبط اله تي تي بي سيرفر على الروتر هتدخل كده على configuration mode واكتب اب اي بي اتش تي تي بي سيرفر كده يشتغل كأنه اتش تي تي بي سيرفر ولو عايز تشغله هتش تي تي بي اس ممكن تكتب id http secure server كده يشتغل كأنه هتش تي تي بي سيرفر وهيبدأ يعمل جنرات لـ 1024 rsak طبعا بياخد شوية وقت عشان يقدر يجنرات كي بتاعك ده ده له هتشغله دلوقتي لما تدخل على اله تي تي بي سيرفر الراجل هيقولك انا عايز باسورد فلازم تقوله يوزر نيم والباسورد فهنا هنكريت يوزر نيم والباسورد كده هكتب يوزر نيم هكتبه مثلا spy وهديله privilege 15 وهقوله secret او الباسورد التاعك يعني هيبقى Cisco هروح بعد كده هقول ip وهقوله الاثنتيكيشن بتاعك لما ادخل على اله تي تي بي سيرفر هيطلب اوثنتيكيشن فان هقوله local يعني خدمة داتابيس بتاع الروتر نفسه لحد اينا انت شغل اله تي تي بي سيرفر والدنيا كويسة بس السي سي بي لما يجي يتكلم معاه بيتكلم معه بالتيلنت كمان فانت لازم تشغل التيلنت تشغل التيلنت على الروتر بتاعك ده فادخل اكتب vty01 مثلا line vty sorry line vty01 واقوله login عشان يبدأ يعمل login يعني يرضى ان يعمل login واكتب بعد كده login وممكن اقول local استخدم ال local database بتاعك بتاع الباسوردات واليوزر نيم مفروض لحد اينا احنا كل حاجة تمام نبدأ ان نروح بقى على ال CCB عشان نقدر نعمل configuration ونشوف ال connection هيحصل زي ما انت شايف اول مفتح CCB قالك انا عايز ال IP ادرس بتاعه فهقوله 10.0.01 اليوزر نيم اللي انا كنت لسه كتبه كان sb الباسورد برضه كان عبارة عن سيسكو اخد بالك هنا لو جاء تشوف هتلاقي ان الراجل فعلا بيتكلم معه http ويتكلم معه تلنت عشان كده زبطنا الاتنين او بيتكلم معه https و ssh فلازم تزبط التلنت هنا لو هتشتغل https وهتشتغل ssh بدل التلنت يعني فبتعمل علامة صحة هنا و تبدأ تزبط configuration بتاعتك بس احنا هنشتغل http عادي وابدأ اقول له اوكي يلود معنا هو لحد هنا هو يبدأ يدخله عنده بس لسه ما عملهوش discover discover يعني بيقول له ان عايز configuration file بتاعك عايز اشوف عليك ايه فلازم نعمل كده discover ودسكوفر بقى هيبدأ يشوف الراجل ده ويسحب منه configuration file واحدة واحدة ويقرأ كل configuration بتاعك اهو زي ما انت شايف بيعمل discovery زي ما انت شايف عمله discover ده خلاص واخد بالك انه قرأ فعلا اسمه R1 ولو جيت تشوف discovery details بتاعك هو اكتشفي عن الراوتر ده يعني اكتشف ان الراوتر ده طبعا احنا مدين له ال IP اكتشف ال iOS اللي احنا مستطبينها عليه ال version بتاعتها رقم كام واكتشف ال platform بتاع ال hardware بتاعه احنا كده تمام وكل حاجة شغالة هنبدأ بقى نشوف configuration هتتم ازاي فانت هتروح كده وتعمل configure تيج دلوقتي ع ال community view دي وتعمل configure دخلك على الراوتر بتاعك خط بالك بص كده هتلاقي interface connection بتاعتك هي بيعمل لود عشان يقولك انت عندك انترفيس ايه اهو زي ما انت شايف كده والانترفيس اللي عندك دي يقولك انه دلوقتي فاصل اثر نت زيرو سلاش زيرو كأنك قاعد على command line بالضبط وشايف كل حاجة عامل زي SDM زمان كان في CC ان ايه حاجة اسمها لو جيت تشوف برضه هتلاقي هنا الراوتر بيعملناه بيعمل access list quality of service بيقولك كل اللي الراوتر ده يقدر يعمله انت ممكن تعمل configuration اللي من هنا لو لقيت الحتة دي unified communication فاعرف ان الراجل ده يقدر يشتغل كأنه CUCMA يعني Cisco Unified Communication Express لو ملقيتش دي اعرف انه ما ينفعش يعمل VoIP عندك كده احنا قادرنا نشغل CCB عشان تقدر تعمل بي configuration لل Cisco Unified Communication Manager Express بتاعك